السؤال الاول بيقول هل انت الان مستعد انك تتزوج وبس باقي انك تلاقي البنت المناسبة انا فعلا حاسس ان انا وصلت هاي المرحلة من الناحية المادية الحمدلله وصلت للمرحلة اللي انا بدي اياها مش عايشة في قصر ولا بسوق سيارة واو بس الحمدلله بقدر افتح بيت على قد حالي غير هيك حاسس اني جاهز من النواحي المعنوية والعاطفية والداخلية لاشي اسمه زواج والمسئولية اللي بتيجي مع الزواج كمان السؤال مثير للاهتمام لو المحرمات صارت حلالة يوم واحد شو الاشي اللي حتعمله انا حعيد صيغة السؤال هذا عشان نقدر احنا نستفيد منه بدال ما احنا نشوف شو الاشي الحرام اللي ممكن نعمله فانا سؤال اللي ممكن اسأله لحالي السؤال اللي ممكن اسأله لحالي هو من المحرمات كلها شو اكتر اشي حرام بتحس انك ممكن توقع فيه لانه هذا حيساعدني اني انا انتبه لهاي الشغلة المعينة وكل مرة اقرب عليها ادعي ربنا انه يا رب تبعدني عنها واتبتني على طريقك هاد السؤال بوصلني كتير بقول هل ممكن يوم من الايام انك تحب او تعجب بفتاة من متابعينك اذا انا خطبت او اتزوجت بنت كانت بتتابعني او بتحضر محتوي او بتعرف ان انا ع السوشال ميديا اكيد ما فيه اي مشكلة بس اني انا احاول ادور بين متابعيني ومتابعاتي على شخص فيه المواصفات او الشغلات اللي انا بدور فيها بحس انه مش هذا الاسلوب اللي انا بدي اتبعه عشان الائي الزوجة اما والله اذا فيه واحدة من الامهات اتواصلت مع امي او بالحياة سبحان الله تعرفت على وحدة وطلعت بتتابعني اكيد ما فيه اي مشكلة في النهاية كلها ارزاق سؤال بيقول لو كان عندك كلمة واحدة بس توجيها لنفسك في المستقبل شو هتكون هذكر حالي باشيين اشي هقوله بالعربي واشي هقوله في الانجليزي اول اشي اتذكر انه حدود الناس لا تنطبق عليك لا من ناحية العمر ولا الخبرة ولا الشكل ولا التجارب الماضية لانه كل شخص له قدراته الخاصة والشغل اللي هقولها بالانجليزي هي impossible is just an opinion ترجمة هاي الجملة بالعربي كلمة مستحيل هي مجرد رأي السؤال بيقول شو كان الدافع انك تصير مشهور بالانستا على بداية انا ابدا ما بعتبر حالي مشهور وبالذات على الانستجرام الدافع الاساسي كان اني اترك تأثير اجابي على الناس وطبعا كلما زاد عدد المتابعين وكلما زاد عدد الفيوز على فيديوهاتي كلما كان عندي فرصة اكبر اني فعلا اترك هذا الانطباع اللي انا بدي احاول اعمله وما حنكر ابدا انه الدافع المادي هو سبب رئيسي كمان في الموضوع ولكن اذا الدافع المادي كان هو اهم سبب بالنسبة لي كان انا زمان وقفت لانه انا لليوم وصر لي سنتين على السوشال ميديا المبلغ اللي بوصلني من السوشال ميديا شبه ولا اشي سؤال الظريف بقولك سؤال مقابلات العمل وين شايف حالك كمان خمس سنين في اكتر من ناحية هركز عليها كتير منيح ان شاء الله في السنوات القادمة اول شي ناحية الشغل انا كتير حابب اركز اني اترقى اكتر من مرة واوصل المرحلة معين انا حاطتها في بالي تاني اشي عالسوشال ميديا حابب على كل منصة يكون عندي على الاقل مليونين متابع او مشترك ان شاء الله تالت اشي من الناحية المادية انه يكون عندي دخل مادي اقدر فيه فعلا اكافئ حالي بطريقة مريحة بس بنفس الوقت اقدر اؤثر على المجتمع باستخدام الفلوس المعين رابع اشي ان شاء الله اكون متزوج على اقل صار لي سنة سنتين ثلاثة ادعو لي يا جماعة خامس اشي موضوع الصحة ان ان شاء الله احافظ على حالي ما اعمل اي عمليات يا رب وسادس واهم اشي اني اضلني من هون لكمان خمس وعشر وعشرين وخمسين سنة اشتغل على ديني وعلاقتي مع ربي السؤال بيقول اتكلم عن كيفية الاستمرارية انه الواحد عنده شغف وحابب يكمل ويوصل بس طاقته خلصت الحلو في هذا السؤال انه الجزء الصعب محلول واللي هو انه الشخص اللي سأل السؤال عارف شغفه وعارف شو بده لانه بعد هيك بيصفي عندك انت شغلتين لازم تنتبه لهم انك لازم ترتاح كفاية عشان تقدر توصل لهدفك في النهاية وما تكون كتير شديد على حالك كل مرة بترتاح فيها والشغل التاني المهمة انك تشتغل بسرعة مناسبة تكون سريعة كفاية انك كل فترة وفترة تحرص تقدم بس ما تكون كتير سريعة انها ترهقك وتحس عليك كتير تعبت ووقفت وانت لسه كتير بعيد عن الهدف تبعك السؤال بقول كيف وصلت لهالمرحلة من الوعي والتفكير الصح وش اللي خلاك تفكر هيك بشكل عام ما بحب افكر ان انا والله تفكيري واو ادفانس ولا انا فكري فائق بحب افكر بحالي اني انا عندي فضول وهذا الفضول في اكتر من ناحية فضول وكيف ممكن احسن حالي والصراحة التامة مع الشغلات اللي انا ما بسويها بمزبوط والصراحة التامة في الشغلات اللي انا ممكن اطورها الاشي التاني هو الفضول في ايش كان سبب التجارب الفاشلة او التجارب السلبية عند الناس اللي حوالي وكيف اتفادئ انه هاي الشغلات تصير معاي الناحية التالتة هي انه يكون عندي فضول اعرف ليش الناس اللي نجحوا حوالي نجحوا وشو كانت العوامل اللي ساعدتهم وكيف ممكن أطبقها في حياتي السؤال بيقول كيف تختار محتوى بناسبك وعاي أساس بتعتمده لما الشخص يختار المحتوى اللي بده ينزله على السوشال ميديا لازم يخلي في باله شغلة أساسية تنزل شغلة انت فعلا عندك شغل فيها وفعلا شغلة بتستمتع فيها لأنه هذا حيساعدك تنزل لفترة طويلة الشغلة الثانية اللي لازم تخليها في بالك كيف توصل هذا المحتوى بأسلوب أو بطريقة تناسب وتلائم الناس اللي بتحاول توصلي لهم وكيف تواكب العصر أو تواكب الترند عشان ما يكون شكلك شخص قديم أو شخص ما بقدر يتواصل مع الجيل الحالي وعشان ما تكون شخص مش عارف كيف يستعمل المنصات الموجودة قدامه السؤال الأخير هو إنت العرس وهذا السؤال أنا يمكن بسأله لحالي تقريبا كل يوم أنا عندي ثقة تامة أنه إن شاء الله في الوقت المناسب ربنا حيرزقني واحدة هتعيني على حياة الدنيا وإن شاء الله على حياة الآخرة وإن شاء الله أنا كمان بالنسبة لها أكون عون في حياة الدنيا وحياة الآخرة كمان بس أهم شي دعواتكم لأنه فعلا بحتاجها والله يكتب الخير للجميع إن شاء الله